اذا كتقديم اولي بخصوص تحديد المفاهيم ميديا الاساس فرض الضاربة الخاص بالناس اللي خاضعين النظام المساهمة الميانية الموحدة فتحديد اساس فرض الضاربة كتعرف المدونة العامة للضرائف في المادة الاربعين ليخضعوا الاشخاص الذاتيون المحددة دخولهم الميهنية وفق نظام المساهمة الميهنية الموحدة للضاربة على الدخل بالسعر المشار اليه في المادة 73 على اساس رقم الاعمال المحقق والمضروف في معاملين محدد لكل صنف من اصناف الميهن تبقى للجدول بعدها يعني هذا هو التعريف ديال اساس فرض الضاربة او المعامل ديال الجدولة الضاربية ديال كل مهنة على حدة اذا نمر الجدولة الضاربية فكما كتشوفوا معي كان اصناف ديال الميهن فالميهن المنضوية في صنف التجارة مثل المواد الغدائية كما كتشوفوا المعامل ديال الساعة في المئة منتجات غدائية اخرى 8% المواد الاولية ومواد البناء يعني عنده من نفس المعامل 8% منتجات كيميائية واسمدة 10% منتجات غير غدائية اخرى 12% تقديم واجبات خفيفة او سريعة 10% مستغل مطعم وبائع المشروبات 20% نقل الاشخاص والبضائع 10% انشطة الصيانة 15% كراء الممتلكات المنقولة 20% انشطة اخرى متعلقة بالتأجير والتسيير هذه الان دب احنا كانت تحتو على تقديم الخدمات يعني اللي كتبدا من تقديم واجبات خفيفة او سريعة انشطة الصيانة 15% كراء الممتلكات المنقولة 20% انشطة اخرى متعلقة بالتأجير والتسيير 25% هذه الصنف الخدمات الحلاقة والتجميل 20% ميكانيكي منجز لاعمال الاصلاح 30% مصلح اجهزة اليكترونية 30% وكذلك انشطة فنية وترفيهية ومستغل مطحنة يعني عنده من نفس المعامل اللي هو 30% حلافيه خدمات اخرى 12% والوسطة 45% يعني الناس اللي عندهم الوكالات العقارية او الوسطة يعني الصمصرة وفقا وطبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها فكنتمنى اخواني الكرام يعني ما زال الجدولة ما زال نكمل معكم الجدولة كنتمنى يعني انكم ما سبقوشي يعني تطرحوا الاسئلة بخصوص المعامل يكون هذا الفيديو هذا عبارة عن مرجع هذه المسألة ديال المعامل الضاربي ديال الميهن وكذلك الاصناف التي هي منضوية ضمنها فهذه المعاملات يعني راه قابلة للتعديل في كل سنة وكل قانون ضاربي او قانون المالية الجديد يعني الموضوع ديال الفيديو ماشي فقط انا نبينه المعاملات وانما نعرفوا انه راه كين هات السنة هذه يعني واحد التخفيض صراحة بالنسبة ان واحد المجموعة من الميهن ومجموعة من الاصناف الميهنية الاخرى بخصوص تخفيض ديال المعامل دياله وهذا امر يعني كي يخدم الصالح العام ديال الناس الخاضعين لنظام المسامة الميهنية الموحدة خادمات اخرى نكملوا الجدولة ديالنا غير اشارة نشيل لكم واحد من نعطي اخوين كرام يعني راه كين مشغل هدوم الميهن اللي كينة راه كين واحد الجدولة ان شاء الله سنشرها هي ديال القانون ديال سنة 2021 اللي فيه الميهن شاملة هما دباحان يندروا هاد الجدولة ديال هاد الاصناف ديال الميهن اللي وقع تغيير وتعديل وتخفيض في المعامل دياله هما اللي وردين حاليا في هاد الجدولة هادي اما راه كين ميهن اخرى اللي بقعت محتافظة بنفس المعامل فهما مذكروا هاشي في هاد القانون الجديد ديال سنة 2022 اذا نكملوا الفيديو ديالنا او الجدولة اذا نتصنع ندخلوا في القطاع ديال الصناعة منتجات غدائية عشرة في المئة هي ومنتجات غير غدائية الان نمروا الى صنف اخر وهو تجارة وانشطة خاصة تاجر اللحوم بالمجازر ربعة في المئة بائع التبغ ثلاثة في المئة بائع الغاز المضغوط والمسال والمحلول ربعة فصيلة خمسة في المئة بائع الدقيق والنشاء والسميد او النخالة خمسة في المئة مجهز السفن او الراسي عليه المزاد سبعة في المئة خباز ثمانية في المئة اذا كانت هذه هي الجدولة الخاصة بالميهن اللي وقع فيها تعديل بالخصوص ديال المعامل الخاص بكل مهنة او قطاع ميهني او صنف ميهني يعني كما سبعني قلت ره ماشي هي هذه الميهن اللي كاين ولكن ره كاين ميهن اخرى ولكن ما تذكرتش في الجدولة الضاربية الخاصة لسنة 2022 لسبب واحد انه موقعش فيها تعديل او تغيير بخصوص رقم المعامل اللي لا او اساس فرض الضاربة لانه كما قلت اساس فرض الضاربة وقع في هذه الميهن اللي هي مذكرة في المدونة الضاربية لسنة 2022 اللي هي صراحة قد تعتبر بها حلقة ايجابية للناس الخاضعين النظام المساهمة المهنية الموحدة اذا كان الفيديو ديالنا هذا هو الموضوع اللي تحدثنا فيه واللي حاولنا ما امكان ان نقربوا الصورة او المعلومة للناس المتابعين الكرام اللي كيطرحوا تساؤلات ديالهم بخصوص المعامل الضاربي ديال كل مهنة فكنت مننا أن هذا الفيديو يبقى كمرجع بخصوص هذه الجدولة الضربية وكي نعرف به جميع المهن التي يبقى فيها التعديل خاصة في هذه السنة الجديدة لسنة 2022 لأنه كاين تغيير وخير داري على ذلك أن ندخل البوابة المديرية العامة للضرائب كاين رهم جموعة من التعديلات ستكون في الأفق القريبة على المدى القريب إن شاء الله إذن كان هذا هو الموضوع في هذا الفيديو وهو التحدث عن المعامل لجميع أصناف المهن المسجلة في القطاع الخاص بنظام المساهمة المهنية الموحدة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة